وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك هذا الحديث هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كما قال الله جل وعلى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فأول شيء في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والرقى جمع رقية والرقية في الإسلام حكمها في الإسلام على نوعين أو قسمين النوع الأول من أنواع الرقية رقية جائزة أذبتكم بالقرآن وبالسنة وبالأدعية التي وردت في الكتاب والسنة وبالتعوذات التي وردت في الكتاب والسنة إلى غير ذلك زو المرض يجي يقول له قرآن يدعو له ربنا عشان يشفيه دروقي شنا يا جماعة جاهزة لأن القرآن شفاء ربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لكن كيف القرآن يكون شفاء لمن يقروه يقراه المريض على نفسه وده أفضل وأكمل أو يقرع عليه إذا ما كان بيقدر يقرع على نفسه ده كله جائز أما زول شيء للقرآن ده ويعلقه كحجاب ده ما جائز ليه؟ لأن ربنا نزل القرآن أشان نقراه ما أشان نعلقه وما ورد أبداً إن الرسول عليه الصلاة والسلام علق القرآن أو أمر زول يعلقه أما ما ورد عن عبد الله بن عمر بن العاص إنه كان يعلق على أولاده شيئاً أو ألواحاً من القرآن فهو ضعيف غير صحيح ما صحيح يبقى أبداً ما في الدين إنك تعلق القرآن ده باطل يا جماعة دار تستشفى بالقرآن تقراه دار البركة التي في القرآن تقراه مش تشربوا كمان فواحدين برضو يكتبوا القرآن في اللوح ويموصب الموية ويشربوا زي العصير أو اللبن ده برضو ما جائز لأنه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان يشرب القرآن ويقول الناس يشربوا القرآن ربنا نزلوا أشان نقراه نتدبر نعمل به نستشفى به قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته النوع الثاني من أنواع الرقية الرقية المحرمة وهي التي تكون بالاستعاذ بالشياطين أو بالجن تمشي لزول عشان يرغي لك يقوم يفتح لك الكتاب زي ما بيقولوا ده كفر بأله لأنه ده كاهن وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو يكتب لك بخرات أو محايات أو حجبات ده كل شرك بالله سبحانه وتعالى ودي الرقية المحرمة أو زور شغال مع الشياطين يقول ليك أذكار غريبة جدا وأوراد ما وردت في الكتاب والسنة يقول لك ده الحزب النار والحزب السيفي أو دي صلاة الفاتح وبيعتقدوا في صلاة الفاتح إنها بساوي القرآن ستة ألف مرة يعني تقرأ مرة وحدة زي الزولة القرى القرآن الكريم ستة ألف مرة يجمع بالعقل كده في كلام أحسن من كلام الله شان يجي أحمد التجاني والذير يقول أنا عندي كلام اسمه صلاة الفاتح أفضل من كلام الله زات ستة ألف مرة لا شك إنه ذا كفر بالله سبحانه وتعالى أبدا ما في كلام أفضل من كلام ربنا اطلاقا وإذا اعتقدت عقيدة بلتبع ربنا ربنا بدخلك النار كيف تعتقد إنه في بشر عنده كلام أفضل من كلام ربنا سبحانه وتعالى بستة ألف مرة طيب ده النوع الثاني وده القصد النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك طيب التمائم جمعي تميمة والتميمة هالحجاب اللي بيعلقون الناس ده يعتقد إنه الحجاب ده بيقلب له والنفع يجيب الرزق كيف حجاب يجيب الرزق طيب لو سألنا سؤال اشتريته من الفكير بيقم يقول لك ب خمسين جنيه الفكير شال مننا خمسين يقول لك هاي طيب كيف يديك الرزق والفكير كتبه ذاته محتاج للرزق شال مننا خمسين جنيه كيف يعني لو كان بيجيب الرزق ما كان الفكير بيحتاج لي خمسين جنيه صحيح ولا ما صحيح بل عقول كده إذا كان الحجاب ده بيجيب الرزق كان الفكير درعو في رقبته ولا أكلوا بيلعو ما كان الفكير ذاته مقطع وما عنده حاجة ومحتاج للخمسين أو المئة وخمسين أو المليون أو غيره الشال منك بياضي يبقى ما بيجيب الرزق بعدين يا جماعة إذا رجعنا للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الرزق عن ربنا ما عنزون والرزق ما في الواطزة الرزق في السماء فوق بينزل من فوق ربنا قال وفي السماء رزقكم وما تعدوا قال الله عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم قال الله جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله البرزق ما الفكي ولا الحجاب فالحجبات اللي بيعلقوها الناس الليلة دي عندنا بالسودان دا شرك وغيره وغير السودان شرك بالله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الروقى والتمائم التمائم يعني الحجبات والتيولاء شرك التولاء رغم ثلاثة التولاء دا عرق المحبة يعمل الفكيه شيخ الطريقة يقول لك دا أشان يحبب المرأ لراجلة أو أشان ما يعرس فوقا دا في الشريعة اسم التولاء والتيولة دي شرك وكفر بها الله زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالناس يا جماعة اتاق الله سبحانه وتعالى وتعتقد في ربنا عز وجل أن النفع والضر بيد الله قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله فالنفع والضر بمشيئة الله سبحانه وتعالى ما بيد زول يا جماعة والناس اللي بيجوكم ويقول لكم هاك دا عيرك محبة وده حجاب بيجيب لك دهب أو بيجيب لك ريزك أو بيسوي لك دا زول محتال وزول مشرك لأنه ما في رزك ولا في نفع ولا ضر إلا بيد الله سبحانه وتعالى لازم تعتقد العقيدة لازم ولو ما تقتل العقيدة الصحيحة انت ما عندك صلاة ما تتعب ساكن ولا عندك صيام ولا زكاة ولا حج ولا غير لأنه دا شرك وربنا سبحانه وتعالى قال وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُوا كذلك أهل الطرق الصوفية كلهم كلهم تجانية سمانية قادرية غيره هم البأصر العقائد الشركية الفاسدة للناس وهم الببيعوا الحجبات اللي قاعد اكتبوا منه غيرهم ودشيرك بها الله وهم الدارين يخرجوا الناس من عبادة رب العباد إلى عبادة العباد والشيوخ وصرف العبادات للقبور والقباب والأضرحة زي ما هو حاصل الليلة نمر أربعة جماعة دي الدعوة الكلام الواضح في التوحيد والشرك والتحذير من الشرك ومن دعاته دعاة الشرك وعبادة القبور وعبادة القباب والأضرحة دي كانت دعوة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين الدعوة لازم تكون واضحة ما فيها لولوة ولا فيها تميع ولا فيها لف ولا دوران أنه في دعاة ذاتهم بتعلف دوران داعية تلقاه تعلم شيئا من السنة وما يتكلمنا الناس بالتوحيد طوالي حتى لو تكلم بالتوحيد يتكلم عن اسم التوحيد توحيد هو أمر عظيم وأمر كبير وأمر جليل وأنه التوحيد دعا ما التوحيد لازم كما قال العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله لازم تفصل للناس بشنا جماعة التوحيد زي ما كانوا الأنبياء والرسل يفصلوا بالتوحيد قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين دل المشركين فيهم دعوة النبي حقهم لأن النبي حقهم فالصليهم التوحيد طوالي بعد ما فيهموها ترجموها أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا هس الليلة الناس أكثر الناس بيعبدوا شنو يعبد ما كان يعبد آباؤهم يعبد الشيخ يعبد القباب والأضرحة المارة الماء ولدت تمشي القبة تشلها تراب تسفه وتتمسح به الراجل العيان وما لقلو علاج في المستشفيات يمشي الضريح إلا من رحم الله ويشل تراب أو يطوف بالقبة بالضريح يطوف بالقبر ويسأل الشيخ المدد ما يسأل الله ده الشرك ذاته وده الشرك أعظم وأغلظ من شرك المشركين الأوائل ناس أبو جاهل وأبو لاب لأن ناس أبو جاهل وأبو لاب ما كانوا بيستغيثوا بغير الله في الشدايب إنما كانوا بيشركوا بالله في الرخاء أما في الشدايب دعوا الله مخلصين له الدين كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون لكن ناس الليلة إلا من رحم الله بيشركوا بيه الله وبيستغيثوا بغير الله وبيدعوا غير الله يا شيخ فلان مدد يا شيخ فلان تنجدني وتبزعني في الرخاء بالشدة فدأغلظ شركا من شرك المشركين الأوائل يبقى الداعية الدائرة النجاء إنه ينجو من عذاب الله وينجو من نار الله عز وجل لابد يفصل للناس جمال ويبيل الله والتوحيد واضح وما يحتال على الناس كلام فوق ويجي طائر في التوحيد بفوق يبيل الناس ويفصل للناس لأنه والله ربنا حيسأله يوم القيامة ربنا قال وإذ أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتابة لتبيننه للناس ولا تكتمونه هذا هو صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحابه جزاكم الله خير بارك الله